بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أي جمعين بنرحب بكم في مقرر الكياس والتكويم والوحدة السادسة عن شروط الاختبار الجيد طبعا تناولنا في الفصل السابق اللي هو الوحدة الخمسة كيفية اعداد اختبار تحصيلي وخطوات اعداد الاختبار لان نتحدث عن شروط هذا الاختبار كيف نحكم على ان هذا الاختبار جيد هنتناول هنا اربع شروط لجودة الاختبار الشرط الاول الصدق ثم الثبات ثم الموضوعية ثم الشمولي تعالوا نشوف مع بعض ما هو صدق الاختبار صدق الاختبار معناه ان يكيس الاختبار ما وضع لكياسه هم الاختبار صمم لكياس مستوى الطلاب في تحصيل اللغة العربية اذا لابد ان يكيس مستوى في اللغة العربية ولا يكيسه شيئا اخ طيب ايه العوامل اللي بتساعد على تحقيق صدق الاختبار اول حاجة لابد ان يتأكد المعلم ان ما ينوي ان يكيسه يمشي مع الاهداف لان اساس عندنا هو الهدف لابد من نتأكد ان الاهداف الخاصة متسكة مع الاهداف التربوية اللي هي العامة لابد ان يشمل الاختبار عينة من الاسئلة وافية تشمل المجال او التخصص المراد قياسه لابد ان يتأكد ان الاسئلة مصاغة بصورة سليمة وواضحة لجميع الطلاب تعالوا نشوف مع بعض خصائص مفهوم الصدق اول حاجة الصدق موضوع نسبي يعني الاختبار اللي يعتبر صادق على الاطفال لا يصدق على الكبار لانه يتعلق بالاطفال نسبة الى الاطفال وما يصدق على الذكور لا يصدق على الاناس وهكذا اذا الاختبار من خصائص يوانه نسبي ايضا الاختبار من خصائص يوانه نوعي الاختبار حينما يكيسه قدرة معينة على استرجاع المعلومات لا يكيسه قدرة اخرى زي التحليل او التركيب او التقييم وإنما يكيس هذه القدرة فقط لأنه يكيس نوعا معينا من الأهداف طيب إزاي بنكيس الصدق عن طريق ما يسمى معامل الصدق إيه هو معامل الصدق هو عبارة عن معامل الارتباط بين درجات الطلاب على التلاميذ في اختبار ما ودرجاتهم على اختبار أخ تعالوا نشوف تلخيص للي احنا تكلمنا عنه إن الاختبار صدق الاختبار معناه أن يكيس الاختبار ما وضع لكياسه لابد أن يقارن هذا الاختبار ويميز بين الأفراد وقدرتهم لابد أن يكون هذا الاختبار قادرا على أن يفرز هؤلاء الطلاب على من يمتلك هذه القدرة ومن لا يمتلكها أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته